معي ايضا على التليفون الدكتور يوسري ابو شادي كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الزرية دكتور يوسري طبعا سابقا دكتور يوسري اهلا وسهلا بحضرتك اهلا بيكم دكتور يوسري احنا بنسأل اين ذهب مشروع الضبع يعني بعدما رئيس الجمهورية المتشار عدلي منصور اعلن عن تتشين هذا المشروع وتتشين مشروع تنمية قناة السويس في 6 اكتوبر الماضي فجينا ان مشروع تنمية قناة السويس يسير اما مشروع الضبع سلا اي معلومات عن اي خطوات تجري بتقديرات حضرتك او بالمعلومات اللي عند حضرتك يعني ماذا يحدث الان يعني اكيد حضرتك حتى لو في ذيينة او حتى لو موجود في القاهرة فاكيد حيثك قريب من دوائر المعلومات وصمع القرار اه تمام الحقيقة انا كنت متوقع التأخير ده ده توقع منطقي لعدة اجباب اه الاولا ان كان فيه من لحظة مأهالي الضبع رجعوا الارض تاني للقوات المسلحة كان يهم بعض الطلبات قوات المسلحة بتحاول تحقق هذه الطلبات وهنا طبعا اتأكد من سلامة الموقع وامانه والحصول علينا ان الرخصة نهائية والتأكيد هذا الموقع اه اعتقد ان القوات المسلحة واقدر موقف جادة في هذا الموضوع وان هي بتدرس حقيقة وان هو عايزة يوصل بسرعة الى يعني التأكيد لتطمين اهالي الضبع وتأمين مصر كلها ان الموقع ده سريم تماما وان المدة الطويلة اللي احنا بديدرس فيه هزا الموقع استكملناها وبالتالي مفيش اي مشاكل الجزء التاني بقى لان كنت متوقع له التأثير طبعا الاحجاث اللي احنا فيها وبالتالي اللي احنا وارد اوي وبالتالي اللي كان يعني اللي بيقول سواء الوزيل اللي كان بيقول في يناير وإلاخ المناقصة تنظر انا كنت مستقعد هذا الكلام الحقيقة ومش متخيله احنا بوضع دلوقتي على وشك فيه يكون في انتخابات جديدة على وشك ان يكون في حكومة جديدة الامور لم تستكمل نهائيا بالنسبة لموقع الطبع يعني كان فيه اوقات حاجات بطولي انه هتأخره بس مش هتأخر كتير التأخير يعني اتك شايف من التأخير ده منطقي وانه المشروع لم يتأخر او لم يتجمد لان الحقيقة دكتور ابراهيم العسيري من شوية صدمني قال لي انه قد تكون هناك ضغوط وقد تكون هناك يعني ضياب للاراضة المصرية من جديد فالحقيقة انا صدمت لما سمعت الكلام ده لا حضر اجمال دكتور ابراهيم بيقوله سليم تماما ولكن المرة دي بالذات حكاية انه كان بتاعتها تنزل في يناير المناقصة انا كنت مستمده لانه كان فيه كذا حاجه كنت الواحد بيقرأها بشهولة يعني انا شايف ان حقيقة القوات المسلحة كانت شغالة بجدية شديدة جدا واعتقد ان اهالي الضبع سلموهم وهم الطلبات بتاعتهم وهم بيحاولوا استوقفوا هذه الطلبات ان المحاصلات النووية ليست مجرد مشروع تجاري وإلا ما كانش تعطالت من 30-40 سنة لو كان مصر عايزة تبني متعالات النووية من 30-40 سنة وما فيش ضغوط سياسية كنا عملناها من زمان مدع فيه ضغوط سياسية ركضا عن الحكومة اللي جاية والانتيادة اللي جاية اللي ما تتأثرش بهذه الضغوط الخارجية وتعرف ان لا رفاهية لمصر في اجمال الطاقة النووية مصر لا تملك هذه الرقية بشكرك شكرا جزيلا دكتور يوسري ابو شادي كبير مفتش المكالة الدولية للطاقة